باقولك ايه البس التشيرت ده ولا ده طب اتغير كده وتجرب تلبس التشيرت بتاع أرسنال ده حاسه حيب شكله مختلف عليك بس انا بصراحة ميال اكتر كده للتيشيرت بتاع مدريد حاسه كده لونه مختلف كده وشكله غريب شوية وجديد كده ولما انت اخد القرار جاي تسألني ايه وبعدين تعال هنا طب اقدرش اراك في تشيرتات الموسم الجديد لا لو هنتكلم على تشيرتات الموسم الجديد ازاي ايكم يا جماعة اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مستر السيست معاكم محمد عبدالحكيم وحلقة جديدة وموسم جديد وطبعا ماينفعش نبدأ الموسم الجديد من غير حلقة التشيرتات اللي انتو بتحبوها وانا كمان بحبها بصراحة ولكن في الاول كده مستعلنا بلايك وفول وسبسكرايب وفعل زر الجرس لنوصلك كل جديد علشان مايفوتكش اللي جاي واللي جاي بصراحة مختلف تماما فالنهاردة صديقي هنقيم اغلب تشيرتات الفرق الاوروبية وده طبعا من وجهة نظر الشخصية وحنختار الاسوأ والافضل وكلنا عارفيه لو لاختلاف الاسواق لو برت السلة طيب احنا في البداية كده هنمسك دوري دوري ونمسك فرقة فرقة من الفرق المشهورة فيه وهنقيم التيشرت بشكل عام ومع نهاية الحلقة هنختار الافضل والاسوأ وتمن وجهة نظري انا لو بدأنا بالكالشيو اليتالي اللي بصراحة السنة دي بدأ بداية سخنة جدا وبدأنا ببطل الدوري من المسم اللي فات اللي هو انتر فبصراحة التيشرت الاساسي بتاعهم بالنسبة لي كان مخيب جدا للامان ويقال والله اعلم ان التيشرت ده هو مستوحة من مجموعة من تشرتات انتر القديمة بس انا ما عجبنيش كمل الحاجات المتدخلة والخطوط اللي بالطور الخطوط اللي بالعرض والخطوط اللي بزاوية حسيت الموضوع مشتت للعين انه الخطوط اخد شكل معين او منحنة معين كانت هتكون افضل بكتير وبالنسبة لي مش احسن حاجة اما التيشرت التاني فهو شبيل تيشرت انجلترا اللي عم بي في اليورو تيشرت سيمبل وبسيط كده وليق بتاعته كلاسيكية معنديش مشاكل كتير معاه واعتقد انه هو متوسط التقييم لهو عالي قوي ولا هو ولاي القوي اما التيشرت التالت بصراحة فبرده كارسة كفاية بس انه هو اورنج وحيرا اقول لي اما انت مدريدي ومدريدي عمل تيشرت اورنج دي هنجلها بعدين نتقل بس لو رحنا بعد كده لليوفي المتقلق جدا للموسم ده التيشرت الاساسي سيمبل وبسيط وما فيوش اي تعايدات يعني نقدر نقول كده ان هو تيشرت ايفنتوس عادي يعني ابيض في سود ما فيوش اي افتكاسات وبسيط وهادي الكارسة بقى يا صديقي كانت في التيشرت بتاع ايفنتوس التاني الاصفر اللي عمل زي لون الكوركم ده والخطوط البنفسجية اللي ملهاش اي علاقة بالاصفر اما التيشرت التالت بقى تحفة فنية حاجة كده كلاسيكية بصراحة مش كلام يتراح بقى افراح وعليها اللوجو ايفنتوس المختلف والجديد ده بصراحة التيشرت ده بالنسبالي عظم عالعظم نروح بعد كده الرومة وانا بصراحة رومة بعتبره من الاندية اللي بتعرف سامن شلسات كويسة التيشرت الاساسي عبارة عن تيشرت احمر كده وفيه خطوط ده هبية بصراحة عجبني وشاف ان هو مش وحش وبرده مش حلو احلى حاجة اما التيشرت التاني فناس كتير اختلفت عليه وحست ان هو حرفان تيشرت ابيض ومدلوها عليها عصير بطيخ التيشرت التالت اللي بلون الازرق الداكن اللي هو الكحلي يعني بالنسبالي التيشرت ده مقدارش اقول ان هو حلو مقدارش اقول ان هو وحش يعني برضو زي التيشرت الاول وزي التيشرت التاني اخر فريق معنا وهو الميلان الميلان برضو ما هدخلش في تعقيدات كتير جدا في التيشرت الاساسي بتاعه شفنا الاحمر في سود الاعتهادية معاليها البيضة التشيرت بسيط ومش شاف انه في اي تعقيدات ولكنه مش افضل حاجة برضو مش اسوأ حاجة اما التشيرت التاني فبصراحة عبارة عن تحفة فنية تشيرت كده قيم جدا واتشيرت ابيض وهادي ومفيوش اي تعقيدات حس وكده تشيرت ايطالياني كلاسيكي فمن نسبة لي من افضل التشيرتات اللي عملها الميلا من الموسم ده ومن افضل تشيرتات الدولي الايطالي اما التشيرت التالت فبرضو مش وحش ومش حلو يعني متوسط كده ولكنه مش بحلوة التشيرت التاني نافل بقى صفحة الدولي الايطالي وننتقل كده سريعا للدول الالماني ونبص بص على باير ميون اخوة بروسيا دورتموند بروسيا دورتموند بصراحة التشيرت الاصفر في سود الاساسي الى حد ما بالنسبة لي احسن من تشيرت الموسم اللي فات يعني مفيش اي تعقيدات التشيرت عادي جدا وبسيط وفي نفس الوقت مش مشتت للعين ولكن انا متعود من دورتموند ان هم بيعملوا شيرتات احسن من كدة ولكن مقرنة بالموسم اللي فات احسن بكتير التشيرت التاني والتالت قبيض واسود مفيهمش اي فتكاسات كده ومفيهمش اي تفاصيل زيادة اما بقى لو رحنا للباي لنا فبيرجع مرة تانية لللون الاحمر المعتاد عكس الموسم اللي فات اللي كان فيه اللون الابيض مع اللون الاحمر بصراحة تشيرت الاساسي مش شايفه احسن حاجة ولكنه مقبول نوعا مع تشيرت الموسم اللي فاته اما التشيرت التاني فكان مترقع جدا نوعية التشيرتات كده اللي تحس انها مختلفة وغريبة في ناس كتير بتحب الزوء ده وبتحب الشكل ده وناس ثانية بتحس ان ده مشتت للعين انا بصراحة بحسها حاجة مختلفة كده وصائعة شوية التشيرت الأخير بقى والتالت ده تحفة فنيا بالذات لما تشوفها على شفايش تايجر مثلا هتحس كده ان هو حاجة كلاسيكية جدا حاجة كده من شياكة الألمانيا خصوصا من الراجل اللابسه يعني يا جماعة راجل شياكة طول عمره فمن نسبالي من افضل التشيرتات اللي اتعملت السنة ده نقفل بقى صفحة الدوري الألماني ونروح سريعا كده على فرنس هناخد نظرة سريعة كده ونمشي على طول البداية طبعا بباريس سان جولمان بصراحة باريس عمل تشيرتات حلوة جدا للسنة ده سواء الاساسي البسيط والسيمبل اللون الازرق الدكي من معتاد مع خط أحمر في النص وحواليه خطين بيت تشيرتات عمل قبل كده تقريبا ولكنه المراضي اخد كده طبع بسيط جدا باريس محبش يفتكس وعمل حاجة بسيطة ولكنها طلع شكلها حلو بصراحة التشيرت التاني بقى اللي كان فيه أبداع كبير جدا تشيرتة أبيض معمول عليه بورج إيفل بألوان عالم باريس بصراحة شايفها فكرة جديدة ومختلفة وكمان سيمبل جدا ولاجل يعيون ابننا محمد عبد المنعم المحترف حاليا في نيس مختلف تماما نروح للدوري الأسباني بقى ببداعنا مثلا بأتليتكو مدريد أنا بصراحة جماعة عندي طول عمري مشكلة مع تشيرتات أتليتكو وده بسبب ان تشيرتات أتليتكو تحس كده ان هي عشبت تشيرتات المهرجين هنأسف لو في حد من جمهور أتليتكو بتفرج علينا بس اللون الأحمر مع اللون الأبيض لما بتفتاكس فيه كتير جدا بيقلب بحاجات كده مش حلوة وده تاني موسم يعني مع أتليتكو متعملش تشيرت حلو تشيرت السنة دي إلى حد ما هو أحسن من تشيرت السنة اللي فاتت خصوصا بعد ما رجعوا اللوجو القديم لكن كنت حسس ان هو ممكن يطلع أبسط من كده وأحلى من كده أما تشيرت الثاني والثالث بصراحة لا تعليق واحد باللون الأخضر الفاتح اللي حسيته سيء جدا والثالث بقى باللون البنفسجي وفيه تفاصيل كده شتت العين فبصراحة تلت تشيرتات بتوع أتليتكو السنة دي جلت منهم هاخد نظرة سريعة كده على تشيرت فالنسيا الإسوط صحفة فنية بكل ما تحمله الكلمة من معرفة لو اجتمع اللون الإسوط مع اللون الجلد بيتعلك حاجة كده مختلفة وجديدة وخصوصا أنا بحس تشيرتات فالنسيا دي كرياتف كده لكن بصراحة تشيرت الأول عادي جدا ومش مختلف عن تشيرتات الموسم اللي فاتت نروح بعد كده لبرشلونة فبصراحة عجبني جدا التشيرت الأساسي اللي هم لعبوا به كل مبارتهم لحد دلوقتي بالإضافة طبعا للتشيرت الأسفر اللي بقى لهم ثلاث سنين حرفين بيلبسوا مش بيغيروه فده التشيرت الروابع على فكرة التاني والتالت لحد دلوقتي ما تمش الإعلان عنه لكن لما تصربوا واحد فيهم كان قسود كده وتبع كتير جدا والتاني كان أخضر كده مستوحة من تشيرت قديم لبرشلونة عاديين مش شايفين فيهم ايفتكاسات ومش شايفين هم مختلفين خالص لكن التشيرت الأساسي بصراحة كان تحفى فنية واحد من أحلى تشيرتات برشلونة اللي تعملت في أخر كام سنة اللون الأزرق مع اللون الأحمر بس والتشيرت نصه أحمر ونصه أزرق وداخل فيهم اللون الأزرق الداكن فبصراحة تشيرت سيمبر وحلو جدا وعجبني أما بقى لو رحنا ريال مدريد فبصراحة ريال مدريد خزلني جدا 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 بعد عظمة الموسم اللي فات والكلام ده طبعا في الأداة وفي التشيرتات التشيرت الأبيض تحسه تشيرت سيمبر والتيشيرت الأورنج أنا بمحب الشلون الأورنج بصراحة لكن فكرنا كده بتيشيرت ريال مدريد سنة 2014 بالنسبة لي يعني اللي هو أفضل حاجة وله هو أسوأ حاجة أما التيشيرت التالت اللي هو الرصاصي حاسوا أفضل واحد فيهم كده ومختلف رغم أن في ناس ما بتغواش التشيرتات اللي بياقة وحاسوا شبيه كده لتيشيرت ريال مدريد في الموسم اللي قبل اللي فات لكنه بصراحة مش وحش ومن أفضل التشيرتات بصراحة نقفل صفحة أسبانيا ونروح بقى على بريمير ليج وبريمير ليج دايماً كده بي بفيه جدل كتير جداً على التشيرتات هناك لو بدأنا مثلاً بمانشستر ونايتد فالتيشيرت الأحمر الأساسي ما فيهوش أي افتكسات أحمر ومتدرج لتحت كده لحد ما وصلنا أن الأحمر تحت شوية مدي على أسود لكنه سيمبل وما فيهوش أي افتكسات أما التيشيرت التاني اللي هو بياقة والأزرق الداكن حاسوا برضو عادي ما فيهوش أي افتكسات التشيرت التالت بصراحة هو اللي أفضل واحد فيهو وده مش علشان حاجة ده علشان الأحمر والأبيض والسود اللي شبه عالم مصر اللي فيه معلوجه قديدس القديم فالتالت هو أحسن واحد فيه ومن يونايتد دي روح للسيتي كمة الخزلان تلات تشيرتات أسوأ من بعض سواء الأساسي اللي ما فيهوش أي حاجة حرفياً تشيرت أزرق سماوي ما فيهوش غير خط من هنا وخطة عند الرقبة وما فيهوش أي حاجة خالص التاني بقى إيه ده معلم إيه تشيرت مقوين العرب اللي انتو عاملينه ده هي الخطوط الخضره مع لون الأزرق اللي ما حدش علفه حاجة ده ما لابتوش أسوأ من كده يعني التالت مش وحش بصراحة ولكن برضه مش أحسن حاجة اللون النبيتي وما فيهوش أي تفاصيل ولا تعقيدات روح بقى الأفضل نادي بيعمل تشيرتات كل سنة أرسنان الأحمر الأساسي رغم أننا كنت معترض على خطوط الزرق اللي فيها لكنه سيمبل وبسيط وهادي ومتعودين من أرسنان اللي هو بيعمل تشيرتات حلوة كل سنة أما التشيرت التالي الأسود فعجب ناس كتير جدا خصوصا كده إنه ميال في الألوان بتاعته لعالم إخواتنا فأنا بصراحة شايفه من أفضل تشيرتاته مش سايق بالمر أما التشيرت التالت اللي تحس إنه هو مدي على لون الأزرق السماوي بش وحش ولكنه مش أفضل حاجة بصراحة متعود من أرسنان إنهم بيعملوا تشيرتات أحسن من كده ومن أرسنان حنروح لتشيلسي إيه القرف اللي انتو عاملينه في التشيرت الأساسي ده ده حرفيا كأن واحد مبيض محارة لا بس تشيرتة أزرق سادة ومسك البوية بتاعته وعمل عليه خطوط أنا مش هتكلم كتير عن التشيرت ده عشان بصراحة مستفزني جدا التشيرت التاني هو نفس تشيرت الانتر التاني باختلاف لون الياء لكنه أبيض عادي مفيوش أي افتكاسات أما التالت بصراحة مش شاف إن هو أفضل حاجة ومش شاف إن هو أسوأ حاجة يعني تشيرت اسود كده مع خطوط قلبة للأحمر شوية تشيرت بقالهم كتير مع ملوش اللون ده نروح بقى الليفربول لو سألتني إيه هو تفسيرك للتشيرت الليفربول الأساسي هقولك بصراحة والله ما عارف إيه ده ولكنه يعني أخذ طبعي الكلاسيكية شوية حاس إن أنا قلت الكلمة دي كتير بس هو يعني تشيرت مستوحة من تشيرت أقديم الليفربول أما الأبيض والأسود بصراحة عجبوني مش شاف إن هم وحشين خالص نروح بقى التوتنهام نو كرياتيف أبيض بكمة أزرق داكن ما فيوش أي افتكاسات زي بتاع المسلمين 3-4-5 الليفاته لكن تعال هنا يا معلم إيه اللي انت عامل في التشيرت التاني والتالت ده إيه بجامة النوم اللي في التشيرت التاني اللبني ده حرفان بجامة نوم والله يا جماعة مش بأفور والتالت دقيقه إيه التفاصيل ده انت كنت تعمل تشيرت ناجيريا وقالبت على التوتنهام ولا إيه نيجي بقى الأفضل تشيرتات بصراحة أنا اخترت التشيرتات دي بناء على زوء الشخصي واستندت فيها على جماعة صحابي ساعدوني فيها شوية علشان أشوف اختلاف الأزواق بصراحة ومن أفضل التشيرتات أكيد تشيرت باريس سان جرمان الأساسي بالإضافة لتيشيرت بارشونة الأول وتيشيرت فالينسيا الأسود ويجي معاهم تشيرت باين الثالث وتيشيرت يوفينتوس الثالث وأكيد تشيرت أرسن الأساسي أما التشيرتات السيئة فأكيد ما انت بعد ما سمعت الحلقة عرف هم مين ولكن انا هقول قوم لك تاني برضا أكيد تشيلسي الأول ومنشستر سيتي الثاني وتوت نهام الثاني ويوفينتوس الثاني وإنتر ميلاني الأول وضيف عليهم تشيرت قتلتك الثالث تشيرتات السيئة السنة دي بصراحة كتير جدا واللي بالمناسبة في نهاية الحلقة قادر أقول لك أن تشيرتات المسم ده جلت خالص مش أحسن حاجة وكنت متوقع أحسن من كده بكتير المسم اللي فات كان فيه تشيرتات كتير جدا حلوة المسم ده أنا بدأي تشيرتات الحلوة كان قليل جدا وكنت محتار بصراحة وطبعا الحيرة دي بسبب إلت التشيرتات عالعموم يا صديقي ده كان رأي أنا الشخصي واللي يهمني هو رأيك انت فلو ما كنتش كتبته من أول الحلقة اكتبوا لي دلوقتي وقال لي أنت متفق معي في إيه مختلف في إيه وزي ما قلت لك يا صديقي في بداية الحلقة لو لاختلاف الأزواق لبارس السلع وما تنساش كالعادة تمسس علينا بلايك وفلو سبسكرايب واللي جاي كتير